وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة مرحلة صعبة من التقلبات السياسية والاقتصادية وخلال كلمته في احتفال الشرطة بعيدها الحادي والسبعين شدد الرئيس السيسي على أن المصريين رفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى مؤكدا أن بناء الدول لا سبيل له دون الحفاظ على الأمن القومي فخلال السنوات الأخيرة كان الروح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات لوجدنا أن قليلا من التقديرات ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام ولكن وكما هي عادة المصريين بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها حافظوا على دولتهم وحموا بصدرهم نكتسباتهم التاريخية ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى ودعموا مؤسساتهم الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر وتذبيت أركان الدولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر